اكدت معالية السيدة فوزية بنت عبدالله زينان رئيسة مجلس النواب ان التوجهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هي النهج والطريق المستنير الذي سارع عليه المجلس النيابي في دراسة ومناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لسنتين الماليتين 2019-2020 واضافت معالية ان ما ضمه الخطاب الملكي السامي خلال افتتاح دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الخامس قد تمت مراعاته بشكل مهني ومسؤول في تقرير المجلس النيابي واشادت معالية بدور الحكومة الموقرة وتعاونها المستمر وتقدمت بالشكر والتقدير للفريق الحكومي وفي مقدمتهم معالية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء كما وعربت معالية عن كل الشكر والتقدير الى معالية السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى واصحاب السعادة النواب والشوريين جميعا على جهودهم الحتيثة لدراسة واعتماد المشروع واشارت معالية ان المجلس النيابي يشارك الحكومة الموقرة السعي لتحقيق مطالب واحتياجات وآمال الشعب البحريني وادراك حجم التحديات الوطنية وحجم التطلعات الشعبية في مشروع قانون ميزانية العامة واضحت معاليها ان البيانات المالية سجلت انخفاضا ايجابيا في العجز بوصوله الى 708 مليون دينار بحريني بنسبة 46% مقارنة بالسنة المالية 2018 كما ان برنامج التوازن المالي ساهم في خفض الدين العام حيث بلغ 12 مليار دينار والذي يمثل 87% من اجمالي الناتج العام كما دعت معاليها الى الدفع بتعزيز الارادات دون ارهاق كاهل المواطن باية اعباء اضافية من جانب والعمل على تقليص المصروفات دون المساس بالمكتسبات الوطنية من جانب اخر واضفت معاليها ان الارادة الوطنية قادرة دائما على تجاوز كافة التحديات وخلق الفرص والاستثمارات وان مملكة البحرين وبقيادة جلالة العاهل المفدة حريصة كل الحرص على تحقيق تطلعات ابناء الشعب البحريني الكريم